استقبل الفريق أول معالي شيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وفدا أمريكيا يضم مجموعة من الإنجليين برئاسة سيد جويل سي روزنبرغ مؤسس مؤسسة الشرق الأدنى للإعلام والخبير في مجال الاستشارات الإعلامية والسياسية وذلك بحضور سعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة السيد روزنبرغ والوفد المرافق وأهميتها في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر مؤكدا أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه يقوم على تعزيز قيم التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر والتي شكلت منطلقا أساسيا في توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم في سبتمبر 2020 بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومن أجل أن يعم السلام المنطقة وأكد معالي الوزير أن انفتاح مملكة البحرين على الديانات المختلفة جزء من ثقافة المجتمع موضحا أن الدستور البحريني يركز في مضامينه على الإنسان ويضمن حق الفرد في ممارسة شعائره الدينية بحرية تامة وضاف أن الجنسيات وأصحاب الديانات المختلفة الذين عاشوا في البحرين سنين طويلة حصلوا على الجنسية البحرينية مما يعكس قدرة المجتمع البحريني على التعايش والانفتاح على الآخر لافتا إلى وجود عدد من دور العبادة التابعة للديانات المختلفة والتي تؤكد ترسيخ التعايش والتسامح الديني في النسيج الاجتماعي والثقافي البحريني في إطار الجهود المشرفة لجلالة البلك المفدة لتعزيز السلام والتفاهم في المنطقة والعالم وخلال الاجتماع استعرض مع الوزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا مبادرات الخطة الوطنية والتي تجاوز عددها المئة وتم إطلاقها في مارس 2019 ويشارك في تنفيذها 27 جهة ومؤسسة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص عبر خمسة مسارات أساسية تتمحور في برنامج الانتماء وحملات العلاقات العامة ومبادرات الإعلام بالإضافة إلى مبادرات المناهج والمقررات ومبادرات التشريعات والأنضبة وأوضح أن التطرف والتعصب ما زال يمثل تهديدا كبيرا للشباب لا سيما مع سرعة انتشار المعلومات المضللة وعبر الإنترنت ومن خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي ما يتطلب العمل على حمايتهم من هذه المخاطر منويها في هذا الإطار إلى توقيع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم عام 2011 مع المؤسسة الأمريكية D.A.R.E تم بمجابها إطلاق برنامج مكافحة العنف والإدمان معا كبرنامج تثقفي وتوعوي يشمل معظم مدارس البحرين الحكومية والخاصة وتنفذه شرطة المجتمع بعد تدريب عناصرها وفق المعايير الدولية المعتمدة حيث نجح البرنامج في الحد مما يزيد عن 54% من السلوكيات السلبية والخاطئة لدى أطفال المدارس كما تم التوسع في البرنامج ليشمل مناهج في مكافحة التطرف والتشدد وكذلك تعزيز التسامح والتعايش السلمي من جهته أعرب السيد جويل روزنبرغ والوفد المرافق عن تقديرهم لدور مملكة البحرين وجهودها في مجالات التعايش والانفتاح على الآخر والتي تأتي انطلاقا من نهج جلالة الملك معربين عن تمنياتهم للبحرين وشعبها بمواصلة مسيرة التقدم وترسيخ الأمن والاستقرار